أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سسين والقآن الحكيم إنك لن نرسل على سراط المستقيم فنزيد العجيب الرحيم لقد حق الحلق على أكريم فنزيد إننا جعلنا في أعنقين أظلاما فهي إلى الألقاء فظيق لهم وجعلنا من بيئين سجا والخلقين سجا فأغشيناهم فهم لا يدفون وسواء منهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يدفون إنما تنذر من اتبع عكر وقشر الرحمن بالغيب فبشره بموترة وأجر كريم إنا نحن نحمل الموتى ولتنما قدموا وأتاهم وقلنا شيء أحصيناه في المال من دين وقل لهم مثل الأصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا له إذنك تقدمونا فعززنا بتلكه فقالوا إلا لكم مصلون قادوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحلة لا شيء أنتم إلا تكذبون قادوا ربنا العلم إذنك تقدمونا معلونا إذنك تقدمونا ربنا المبليل السدقون إذنك تقدمونا قالوا طائركم معكم أن يبتلتم ملأيت القوم المسردون وجاء من أخص المبيل الرجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا الرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم تدون قمال ولا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا دوني أن يتكذل الرحمن بذر الله تغر عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إذنك تقدمونا إني آمنت بربكم فاسمعون إيه لدخل الجنة ما تقال يا ليت قومي أعلمون مما غفر لربي وجعلنا من المكرمين وما أنزلنا على قولي من معجي من جر من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فهدهم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا بيستهدئون ألم يروا كم آلتنا قبلهم من القرون لأنهم ليهم لا يرجعون وإن كن لما جنروا لدنا محضرون وآية لهم الأرض الميدة وحييها وأخرجنا منها عما ربا يأكلون واجعلنا فيها جهلات من مخيه وأعنامه وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمن وما علت غيرهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تغلط الأرض من أمر رسيل ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه الله وبيدهم وظلمون والشمس بالليل مستقر بالله لجدرده العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وضل الليل شابق المهار وكل في فلك يسلحون وآية لهم أننا حملنا بريدهم في القلب المشعون وخلقنا لهم من مثل هنا يركبون وإن شأن ورقهم فلا صديق لهم ولا ينقضون إلا رحمة من الله ومتاع المنحين غيباتي لهم اتقوا ما بين أيديهم وما قلبهم لعلكم ترحلهم وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنهم ورغبين وإذا قل لهم أيضكم من ما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعوا من لو نشاء الله أطعامه إلا أنتم إلا في ضلل مبين ويقولون متى هذا البعض من كنتم صادقين ما ينظرون إلا صلحة واحدة بأكلهم وهم يحصلون فلا يستطيعون توسيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ قصون فإذا من الأدات إلى ربهم ينسسون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محمرون فاليوم لا تدلم لبتم شيئا ولا تدزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الزلت اللوم بشغل الفاكبون هم أزغتهم في الزلال على الأرائكم التكتكون لو بها فكافا ولهم ما يدعون سلاما قولا رب الرحيم وامتاز اليومي والنجدون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم علوم مبين وأن يعبدوني هذا سرط مستقيم ولقد أضي لكم جبلا كثيرا أفلما تكونوا تعقلون ها به جامل الذي كنتم توعدون اصلوا هاليوم بما كنتم ذكرون هاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطلسنا على أعيديهم فاستبقوا السراط فأما يبصرون ولو نشاء لما صفناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن عنهم نكسوا بالخلق فلا يعطيون وما علمناه الشر وما ينبغي له إنه إلا بكر وققوم مبين لنذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولا يوما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وغللناها لغن فمنها رتوبون ومنها يأكلون ولغن فيها منافع ومشارب وفلا يشكون واتخذوا من ودون الله آلية لعلهم مصرون لا يستطيعون مصرهم لوجود محضرون فلا يأتونك قولهم إن ما نعلم ما يسمون وما يردون ولم ير الإنسان أن ما خلقناهم مطفة فيه وقصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام رهيرا قل احجي الذي أنشأها أول مرة وهو بكي خلق عبين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقلون ولغس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا هو القلاق العين إلا ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن بيكون فسبحانا الذي يليه ملكوت كل شيء وإليه يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالكسط ولا تحصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحق بالعصف والريحات فبأي آلاء ربكما تكذبا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجارن من مارج من منار فبأي آلاء ربكما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبا مر جرج بحرين يلتقيان بينهما مرزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبا يخرج منهما المغلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبا كل من عليها فان ويبطى وجه ربك ذو الجلال والعكرام فبأي آلاء ربكما تكذبا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبا يا معشر الجن والإنس إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسوقان فبأي آلاء ربكما تكذبا يرسل عليكما شراغ من نار ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالجهام فبأي آلاء ربكما تكذبا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبا أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصعاب الميمنة ما أصعاب الميمنة وأصعاب المشأمة ما أصعاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سنر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخلود وطلح منزود وضل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مبلوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسلوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت العلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم